كتير جداً من الحالات كان بيبتدي الضرب أو العنف بمجرد ما الضحية ينضب أي كلمة لها علاقة بالثورة يعني كان يبقى الموقف في حالات كتير جداً مجرد محادثة لفظية لغاية ما مواطن يقول هو أنتم ما تعلقتوش حاجة أو هو أنتم مش رتغيروا أبداً أو هو مش حصل ثورة في البلد دي وتبقى الكلمة دي هي كلمة السر لتنهال بعدها الضربات واللكمات أو يتم اتخاذ قرار لإتجاز الشخص ده التقارير بتاعتنا بتثبت أنه لم يتغير أي شيء ولا في الممارسة ولا في العقيدة ولا في أداء النيابة العامة اللي الحقيقة بينصف بمجهوده بالأساس على تحصين الداخلية والشرطة من المقاض أصدرنا النهاردة تقارير بينظر إلى سنتين من الصورة من حيث جرائم الشرطة وهي تواطئ النيابة في تحصين مرتكبيها الحقيقة إحنا بدنا سنتين نشغالين على رصد الأداء الشرطي وبنقدم كمان قطراحات عملية لإعادة الكليك وإصلاح جهاز الشرطة والجهاز الأميني وإحنا اللي شايفينه وأنا مبرز سنتين اللي فاته إنه ما حصلش أي تغيير جهاز اللي في الجهاز فالرسالة الرسالة اللي حنا نوجيها إنه لازم إعادة لسياغة علاقة الشرطة بالمجتمع وعلاقة الدولة بالمجتمع إما المواجهات دي هتستمر ومش هتخلص وهنفضل في نفس المشكلة اشتركوا في القناة